وللمزيد من المتابع وتحليل ينضم إلينا هاتفيا الكاتب الصحفي محمد علي حسن بداية وبعد التحية كيف تقرأ ما بين سطور هذه الزيارة خصوصا أنها زيارة عمل وأخوة وتهدف في المقام الأول لتعزيز العلاقات الثنائية سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو استثمارية بين البلدين بعد التحية فاندم زيارة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تأكي في وقت تمر به المنطقة في ظروف متشابكة الجميع يتابعها خلال هذه الفترة الزيارة وصفت بأنها زيارة أخوة وزيارة عمل العلاقات المصرية الجزائرية يعني علاقات ممتدة علاقات راسخة علاقات تاريخية منذ خمسينيات القرن الماضي وجدنا أن مصر كانت تساعد الأشقاء في الجزائر من أجل التحرير وأيضا الأشقاء في الجزائر ساعدوا مصر وساندوها في حروبها المختلف في أوقات عصيبة للغاية نعود إلى الزيارة تأتي في وقت صعب للغاية هناك تصعيد في المنطقة الجزائر قوة إقليمية لا يستهان بها وقوة متوسطية دولة مصر ودولة الجزائر هما قوتان في المنطقة العرضية من الواضح أن هناك بعض المشاورات التي ستكون بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون حول العديد من الملفات والعديد من القضايا القضايا الإقليمية القضايا الاقتصادية وأيضا الإستثمارية زيارة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تأتي في إطار جولة خارجية له في عدة الدول بدأها بالفعل من القاهرة الحديث سوف بالطبع سيتطرق إلى الأوضاع في قطاع غزة التصعيد مع جنوب لبنان وأيضا ماذا بعد في الفترات المقبلة سواء من اتهداء أو مستقبل المنطقة بشكل عام نعم شهدت العلاقات المصرية الجزائرية دفعة قوية بعد تولي الرئيس السيسي مهام البلاد واختار الجزائر لتكون أول وجهة له خارج مصر وفي المنطقة العربية كيف تقرأ أهمية ذلك في ضوء أن الجزائر هي عضو مؤسس في الاتحاد الإفريقي وأيضا في اتحاد المغرب العربي بالإضافة مثلما ذكرت بأنها قوة إقليمية ومتوسطية يعني كانت هذه الرسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي عقب تولي الرئيسة في مصر العلاقات خلال الفترة الماضية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي للرئيسة في جمهورية مصر العربية مع دولة مثل الجزائر بحجمها بقوتها بأيضا العلاقات التاريخية بين الجولتين يعكس مدى اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي للدول خاصة مثل الجزائر في تأثيرها سواء الدولي أو أيضا الإقليمي أيضا وجدنا منذ أشهر قليلة الرئيس عبد الفتاح السيسي هن الرئيس الجزائري عبد النجيد تبول بفوز بالانتخابات الجزائرية وهذا يؤكد مدى العلاقة الطيبة بين البلدين أيضا العلاقات الدولموسية رائعة العلاقات الاقتصادية رائعة وشهدنا منذ عامين تقريبا كان هناك تعاون مصمر للغاية ما بين وزارة الاتصالات في مصر ونظرتها في الجزائر بتعاون في مجال الاتصالات والبريد وأيضا الكابلات الإلكترونية وأيضا اهتمام من الجزائر بنقل التجربة المصرية المتطورة في التكنولوجيا والميكانة وأيضا نقل التجربة عديدة من الورقي إلى الإلكتروني في مجالات عديدة وهذا ما صرح به وزير الاتصالات الجزائري وأيضا حين هذه الزيارة أتذكر أنه أكد بشكل كبير للغاية عن مدى التطور الذي تشهده مصر خلال الفترة الحالية والطفرة في مجال الاتصالات في مجالات التكنولوجيا أيضا الاستثمارات ما بين مصر والجزائر في مجالات عديدة الميزان التجاري ما بين مصر والجزائر يعكس مدى الاهتمام ما بين الدولتين في قوة اقتصادية في الجزائر وقوة اقتصادية في مصر وهذا مثال لتعاون بين دولتين عربتين شقيقتين في نطاق إقليمي واحد يهمهم بعيدا عن حتى الاستثمارات أو التجارة أو الاقتصاد الملفات الإقليمية كما تحدثت في بداية المداخلة عن ما يهم الشعب العربي أو الشعوب العربية المتمثلة في القضايا الإقليمية التي بالطبع تؤرق كل مواطن عربي في هذه الفترة لننسى الحقيقة ونحن في شهر الانتصارات شهر أكتوبر المجيد أن نتحدث عن الدور الدعم للجزائر حيث كانت هي ثاني دولة تقدم الدعم الكبير لمصر إبان حرب أكتوبر 73 وشاركت على الجبهة المصرية بفيلقها المدرع أثامن للمشاء الميكانيكية بمناسبة شهر أكتوبر وانتصاراته المجيدة نحن بالطبع في نهاية الشهر ولكن الانتصارات كانت ممتدة والمعالج كانت ممتدة خلال الشهر بأسره في العام 1973 أتذكر أن الصحف الجزائرية كتبت خلال هذه الفترة تاريخيا أن الرئيس الجزائري هواري بوماجين لم يتأخر لحظة في إرسال المساندة إلى الأشقاء في مصر ولم يتوانى أيضا في الاتصالات المستمرة مع دول العالم سواء كان مع الاتحاد السوفيتي أو أيضا مع الولايات المتحدة أو الدول الأوروبية من أجل توضيح وجهة النظر المصرية في استعادة أرضها في أيضا ما تقوم به مصر حينها هو نصر للعروبة وأيضا إرسال القوات الجزائرية التي شاركت في حرب أكتوبر هو وصفته الصحف الجزائرية والعديد من الكتاب والمؤرخين الجزائريين في هذه الفترة أن الجزائر لم تنسى الفضل الخاص بمصر حينما ساعدت وساندت مصر الجزائر في صورة التحرير التي مقدت لسبع سنوات وأيضا أبرز بعض الكتاب هناك والمؤرخين أن من ضمن أسباب العدوان السلسي ومشاركة حينها أن مصر ساندت الجزائر في التحرير سواء بالدعم العسكري سواء بالدعم خلال التدريب أو حتى بالدعم المادي ومساندة الأشقاء في الجزائر فهي علاقات أخوية وتاريخية راسخة لا يستطيع أحد زعزعتها نعم الكاتب الصحفي محمد علي حسن شكرا جزيلا لك